سعي نيابي مكثف لتحريك مياه القوانين الراكدة منذ 17 عاماً في أرويقة مجلس النواب 270 قانوناً لم تصل إلى دكة التشريع ولأسباب تقتصر بالغالب على غياب الإرادة السياسية وعدم التوافق عليها مما جعلها تتراكم منذ الدورة الأولى وصولاً إلى الدورة الحالية على طاولة اللجان دائماً أكثر من 170 مشروع ومقترح قانون متراكم بسبب صراعات السياسية بين الكتل السياسية في دوراتنا السابقة إلى دورة الحالية قدرنا نسوي جدل من القوانين المهمة والقوانين الأهم القوانين الأهم اللي تمسحها المواطن بشكل مباشر مثل قانون مشروع قانون عفو العام، سلم الرواتب، قانون الخدمة المدنية، رعاية الاجتماعية كل هذه القوانين اللي تمسحها المواطن بشكل مباشر لازم أن يكون على طاولة المجل النواب العراقي اللي ينجاحها بعد الموازنة بشكل مباشر فمن مراجحة إلهم لقيتهم من سنوات، أكو من سنة 2009، أكو 10، أكو 11، 12، صعوداً الموجودات أكو مختلف عليهم سياسياً أعتقد جنب بها الإرادة السياسية التي تتدخل بتشريع القوانين، ها جزء من عدها والنقطة الأخرى عدم وجود القدرة على الاهتمام والتشريع من قبل الدورات السابقة تأخر إقرار تلك القوانين تركت آثاراً سياسية واجتماعية واقتصادية كون جزءاً منها يرتبط بفئات وشرائح واسعة بالمجتمع قوانين معطلة وقوانين أكو ذات اتفاق سياسي قانون نفط والغاز تقريباً من القوانين المهمة اللي يعني هناك مشكلة عالقة بين الأقليم والمركز منذ عشرين عام قانون الضمان الاجتماعي من أهم القوانين اللي يفك الإختناق ويقلل العبة والحمل على الدولة وينصف العاملين الفقراء أبرز تلك القوانين هي قانون النفط والغاز وقانون الضمان الاجتماعي وقانون مكافحة العنف الأسري وقانون مجلس السياسات العليا لإدارة الدولة وقوانين النقابات والاتحادات وقانون بغداد العاصمة وقوانين خدمية وصحية أخرى تنتظر التشريع من بغداد جابر جمال الرشيد